موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده مع عشر المشاهدين والمشاهدات دائما بفضل رب الأرض والسماوات مع السلسلة المباركة الميمونة التي تعنى ببيان الأقوال السهلة والأعمال اليسيرة التي أجورها كبيرة غزيرة وفيرة بفضل الله تبارك وتعالى أقول وبالله التوفيق من هذه الأعمال المباركة إطعام الطعام نعم إطعام الطعام وقد سبق معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قص فيه قصة امرأة مومس من بني إسرائيل امرأة بغي منحلفة من نساء بني إسرائيل شكر الله لها صنعها وغفر لها ذنبها وأدخلها جنات ونهر سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى شكر لهذه المرأة لا لشيئا إلا لأنها سقت كلبا كاد يموت عطشا الله أكبر هنا تعجب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله أَإِنَّ لَنَا في الْبَهَائِمِ أَجْرًا قال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر في البهيم وفي الإنسان في الطائر في كل ذات كبد رطبة أجر الله أكبر الأجر في الكلب وفي البهيمة فكيف يكون الأجر في الإنسان إذا أطعمناه وسقيناه لا إله إلا الله لا شك أن الأجر أعظم فكيف لو كان هذا الإنسان إنسانا مسلما فالأجر لا شك أنه يتباعف فكيف لو كان هذا الإطعام لهذا الإنسان المسلم وهو صائم فكيف لو حصل ذلكم في رمضان الله أكبر أجور بعضها فوق بعض حسنات كالجبال بعضها فوق بعض فلا ينبغي أن نفرط في هذا الخير اسمعوا معي حفظكم الله قول الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبوا جنة وحريرا الله أكبر أجور عظيمة إطعان الطعام يا عباد الله فيه أجر كبير بزاف هذا ثم لما نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء تكلم به لما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام شو الأجر شو الثواب شو النتيجة ما هو المآل تدخل الجنة بسلام لا إله الله تدخل الجنة بسلام إذن مثل هذه الأعمال ومنها إطعام الطعام طريق سريع موصل إلى جنات عدن بإذن الله تبارك وتعالى فلا ينبغي أن نفرد لا ينبغي أن نقصر في هذا الخير حفظكم الله إذن إطعام الطعام إطعام الطعام ومنح الإنسان يبدأ بالأقربين يبدأ بالأقربين قال عليه الصلاة والسلام الأقربون أولى بالمعروف النبي عليه الصلاة والسلام اذكر إطعام الطعام وحث عليه حتى قال عليه الصلاة والسلام إذا طبخت طعاما فأكثر مرقه وتعاهد جيرانك الأقرب الأسرة تاعك الجيران تاعك إلى آخره الأجر يتضاعف بإذن الله تعالى قلنا خاصة 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 إذا كان هذا الإطعام لصائم من الصائمين فيمكننا إن شاء الله في شهر رمضان أن نصوم أكثر من شهر ممكن ومشي ممكن إيه والله ممكن لكن تقولوا مستحيل بحيث الزمان كأين شهر كأين شهر أكثره ثلاثون يوما ما نقدره نزيده لا نقدره فضل الله عز وجل ثلاثون يوما نصوم فيها أكثر من شهر نصوم شهرين ثلاث أشهر أربعة أشهر وأكثر فإن زدت ففي الخير تزيد نعم والله قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما اسمع من فطر صائما كان له مثل أجله يعني فطرت صائم عندك مثل الأجر تاعه يعني أجر الصيام غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء هذا الصائم ما ينقص الأجر تاعه حاشا وكلا هذا فضل الله لو كانت تعامل مع البشر ينحي من هذا يعطي له هذا لكن التعامل مع رب البشر سبحانه وتعالى مع الغني سبحانه وتعالى الذي له خزائل السماوات الأرض جل في علاه مع الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى إذن من فطر صائما كان له مثل أجله غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء معنى ذلك لو كاننا كل يوم في رمضان أفطر معي صائما من الصائمين إخلاصي رمضان قد صمت شهرين شهر تاعي دي صمت وشهر تاعي اطعام كل يوم كل يوم كل يوم شهر آخر أطعمت كل يوم صائمين صمت شهريني زيادة على شهري الذي صمته وهكذا وفضل الله واسع لكننا للأسف في كثير من الأحيان نفرط ونقصر نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يلهمنا رشدنا وأن يردنا إلى صوابنا إنه خير مسؤول بارك الله فيكم وشكرا لكم على حسن إصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة